السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيباتي عاملين اي يا رب تكونوا كلكم كخير احنا دلوقتي بنتفرج على دورة تعلم الكروشي من السفر المبتدئين يعتبر كده في الفيديوهات اللي فاتت احنا شرحنا الغرزة الاساسية كلها تقريبا فالنهاردة بقى هنتعلم غرزة جديدة وبسيطة وحاجة يعني نبتدي بقى في الفترة اللي جاية بامر الله هنشوف اشكال غرز نقدر نعمل بيها الحاجات اللي احنا عايزين نشتغلها فالنهاردة هنتعلم غرزة اسمها غرزة الكالاستر عبارة عن ايه الغرزة دي؟ اول سطر انا بعمله حشو عادي احنا خدنا قبل كده السلسلة والحشو عملت سطر سلسلة والحشو بتاعي واطلع اتنين سلسلة واقلب الشغل بتاعي في نفس المكان اللي عملت فيه اللي اتنين سلسلة اللي هي اول غرزة عندي بعمل عمود بطلع من حلقتين بس من الابرة وما بكملش بعدين باخد الخطة على الابرة وادخل في نفس المكان اعمل كمان عمود لكن برضو بطلع من حلقتين بس من على الابرة بيبقى معايا تلات حلقات بطلع منهم واقفل بورزة نشوف نعمل اللي بعدها بسيب ورزتين من تحت وباجي في التالتة بدخل فيها بطلع كده بيبقى معايا تلات حلقات على الابرة باخد الخطة وبطلع من اتنين بس اللي هو كده انا عملت نص عمود دي كده اسمها عملت نص العمود بس ما كملتوش وبعدين باخد خطة وادخل في نفس الغرزة تاني واطلع واخد خطة واطلع من حلقتين بس بقى كده معايا عمودين على الابرة ما طلعوش بعدين باخد خطة وادخل في نفس المكان تالت مرة واطلع برضو من حلقتين بس بقى معايا تلات عواميد على الابرة واربع حلقات من فوق اخد الخيط واطلع منهم كلهم واقفل عليهم بغرزة منزلك دي اسمها غرزة كالاستر تبقى شكلها شيك جدا في الشغل يعني انا عاملة بيها ايس كاب على القناة تاني بسيب اتنين من تحت وباجي في التالتة بدخل كاني هعمل عمود عادي بطلع من حلقتين اللي هو النص الاولاني من العمود وما بكملش اخد خيط وادخل تاني جوه العين اطلع من حلقتين بس اخد خيط وادخل تالت مرة واطلع من حلقتين بس لما يبقى معايا تلات عواميد على الابرة اخد الخيط واطلع منهم كلهم واقفل بغرزة منزلكة شكلها 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 بسيب اتنين وباجي في التالتة بتقريبو بسيب اتنين سلسلة باجي في الفراغ اللي هو بين الغرزة والعمود اللي انا عملته الوحده بدخل وباعمل نفس الطريقة نص العمود اخذ خيط وعمل كمان واحد جنبه بعتبر ان اول اتنين سلسلة دول عمود وبعدين كده بقى معي اتنين جنبه يبقى ثلاثة اقفل وعمل ورزة منزلج اجي بعديها بشتغل في الفراغ اللي بعده على طول اللي بين الورزتين الكو بردو بعمل بردو تلات عوامين ما بطلعش منهم بنفس الطريقة تعدد دول الاولان لكن المرة دي بشتغل في الفراغات اللي بين الورزة كده بقى معي ثلاثة بقفل وعمل منزلج ويجي علب بعدها اشتغلها بنفس الطريقة وباجي هنا في اخر واحدة بيبقى انا عندي اتنين سلسلة طلعة بيهم في اول الدور بدخل بعمل فيها عمود عادي واحد بس بالشكل ده حرفة واضحة ده شكلها شك جدا وسهلة تقدري برضو تعملي بيها حاجات كتير قوية بتبقى بجدة سهلة وبسيطة وشكلها حلو قوي وتخلص بسرعة بالمناسبة يعني بتكون سريعة فيه كده غرز وانتي بتشتغل بيها بتنجز معاك الشغل وبتبقى سريعة وفيه غرز بتاخد معاك وقت طويل قوي فدي من الغرز السهلة اللي بتنجز معاك وبتكون شكلها شك جدا في الشغل يكون الدرس سهل ومفيد ليكم اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله دونتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى